وفي سجالات التوافق السياسي ونقيده وصف السياسي الكردي ملاب اختيار العقلية الحاكمة في العراق بأنها تؤمن بالحكم المركزي لا بالعراق الفيدرالي لذلك نادرا ما نسمع من مسؤول في بغداد يذكر الحكومة الاتحادية فثقافة العراقية السياسية هي ثقافة مركزية وليست اتحادية أو فيدرالية والكرد شريك ضعيف ووصف في حوار صحفي تطبيق الدستور عند الحكومة العراقية مثل قائمة الأكلات في المطاعم يختارون ما يريدون تطبيقه من الدستور أما ما لا ينسجم مع قناعاتهم ومصالحهم يتم تهميشه وقال ملاب اختيار أن الاتحاد الوطني يتحمل مسؤولية التراجع عن الاتفاق الاستراتيجي مع الديمقراطية الكردستانية وسيحدث ما لا يحمد عقبه بسبب المشاكل الأمور الآن بين الحزبين وصلت إلى نفق مسدود ولم يستبع التدخل الإقليمي ودولي لمنع توحيد البشماركة مؤكداً أن ابتعاده عن المسؤولية الحزبية في الاتحاد الوطني ناجم عن عدم قدرته على إحداث أي تغيير بعد خمسين سنة من النضال منبهاً بأن ثقة بين الاتحاد الوطني والديمقراطية الكردستانيين متدنية جداً ترجمة نانسي قنقر